اشتركوا في القناة على الوفاء انتعكم اخواني اخواتي هذا الفيديو رايح نهدروا على امور بزات نبقى دائما في موضوع الرحلات والفتح الكلي والفتح الجزئي والرحلات البحرية والجوية وبيع التذاكر وكما يقولوا الاشاعة ولا حقيقة رايح نحكي على كلش رايح نحكي كذلك على التاريخ الفتح الكلي للحدود ابقوا معي اخواتي اخواتي تبعوا معي للاخير الفيديو باش ما تراطيوش حتى معلومة انتو ما معلكم غير تشوفو تسمعو المعلومات وتخدموش بيا معايا تديرو جيم وبرتاش الافيديو هكذا باش تعم المعلومة لاخواننا واخوتتنا يلا نبدو كما تعرفوا اخواني اخواتي الجالية الجزائرية راه مقلقة وراهم حابين يدخلوا هذا الصيف لبلادهم وحابين يعقبوا لباكنستهم في الجزائر عندهم عامين دركاء والحدود مسكرة ولا عامين ونصة في عامين ما عيدوا في البلادهم ما عقبوا لي باكنستهم في بلادهم وراهم مقلقين بزاف انا وحدة منكم الخطوط الجوية الجزائرية والبحرية راحين يعلنوا على تاريخ الفتح الكلي للحدود يعني كما تعرفوا ديمانش داني لوي لويت ماي كما صرح رئيس الجمهورية وصادق على البرنامج الهام والبرنامج المكثف للرحالات وراح يصدر اللي رانا نستنوا فيه كاملين انتو ما وحنا او كامل الجزائرين سوا في الداخل ولا في الخارج وخاصة اللي راهم في الخارج اللي حابين يروحوا يصيفوا في البلاد صادق على هذا البرنامج رانا نستنوا فيه يعني عن قريب ان شاء الله رايحين يوضحونا ويعطيوهن دي تايي هكذا باش ننشروه لكم كذلك صادق على اعطاء امر بشراء بشراء 15 طائرة للأسطول يعني باش ترقية الأسطول الجزائري وكما تعرفوا بالنسبة للخطوط الرحلات البحرية كيما البارح كان يعني واحد الهرج واحد اللي فيديو وش فيناهم يعني والله العظيم غير تبهدي لكبيرة الله لا يحسن العون وحسبي الله ونعمل وكيل في الناس اللي راهم يديرو في هذا المشاكل اللي دايرين دي زنفوا يعني فوق سيغ فيسبوك وقالو باللي عشرة ميرا حين يكون بيع التذاكر وفينا المو ما كان لا بيع لوالو الناس هرجين نس ماما البقارات الشمس الغبار يعني الناس بوليدهم الناس دي بخصوناجي دي قدام لزاجونس يعني والله غير عيب وعار عيب وعار علينا وعيب وعار على المسؤولين تعنا روحوا للمهم إخواني أخواتي حتى خرج لهم المدير العام تعال تعال لاجونس خرج المبرو قلهم يعني يوضح لسيت تعال فيزا فياج قلهم العون ضغط كبير حتى لسيت حبس على بيلكم حبس لسيت ولو كينوا دخلوا لسيت يدينا دي قطو مو لتويتر تاحهم ما نروح وش خلاص لسيت ما نقدرش ندخل لسيت تلمو كين ضغط كبير كي ما تحصل عليه الموقع تعجوية الجزائرية الاسمالة اللي فاتت ربي كون في العون ربي كون في العون منا الى دي بي دي جوة ان شاء الله راح تكون ربخز بلس بلس امبورتانت تال لاجيغي فيغي يعني رحالة البحرية رح تكون مكثفة في البخمي جوة بحول الله وهذا هو هذا هو تاريخ فتح الحدود كليين راح ينعلنوا على البرنامج تال الجوية الجزائرية ورح ينعلنوا على الخطوط البحرية كذلك في البخمي جوة فالا خوتي هذا ما ما اهدر عليه سيد محمد هاني كان ديبيتي دي ميغراسيون وبرزيدون دي كوميسيون دي زافر اترانجر كان حاضر في لشان تاع بيربير تيفي وهدر على هذا الموضوع انا يعني كنجيب لكم خبار نجيبه لكم من من موقع رسمي من ما نجيش نهدر لكم غير هكذا كفي الفيديو هكذا الفيديو رايح تطول شوية ولكن فهموني مليحاوتي هذا ديبيتي محمد هاني اهدروا قالهم يعني سيروا الترافيق سي ماريتيم انتر الفرنس الى الجيري فور لسيزن استيبال رايح تكون بزاف يعني رايح تكون بزاف الحالات رايح تكون ان شاء الله ربع رحالات ربع كما نقولو 4 روتاسيون بخسومان هذي غير من من ناحية كما نقولو من الشركة الوطنية رح نكون اربع رحالات زايد اربع رحالات كما نقولو لكومباني اتخانجير سفي عدو اربع رحالات بحرية في الاسبوع هذي غير الجزائر ما نهدرش على وهرل وعلى كما نقولو على اسبانيا هكذا وتكلمو حتى على النافير تاعنا تاع باجي مختار تاع كما يقولو باجي مختار اللي راهو في الخدمة وهدر حتى على اللوبات تاعنا تاع طارق بنوزياد تاع تاع سيلي اثنين المهم قلكم رحين يكون 4 روتاسيون بخسومان بغ مارسي هذي في البخمية جوة ان شاء الله لتخوزيام نافير هدرا كذلك على لبورت تاع بجاية رايح يحل لبورت تاع بجاية يسور اوپيراسيون اوبو د 15 جو ان شاء الله مننا على 15 يوم ان شاء الله رايح لبورت تاع بجاية يكون مفتوح كذلك تكلم قالب اللي رايحين نرجع ان شاء الله لغوتاسيون تاعنا اللي كانت ما قبل الكوفيد يعني رايحين يرجع للرحلات البحرية اللي كانت قبل الكوفيد زايد الباطو الجديد يسمى رايحين نكونوا اكثر من كما كنا عليه قبل الكوفيد يسمى كل شي يوجد اخواني اخواتي رايحين يستنوا غير في الفوفير تاع السلطات الجزائرية انا وش نقول كم يا خوتي مت ريزار ذيوش ومت يوافقوا على هذا البرنامج ان شاء الله ويعني نعلي في ذك الساعة رايحين يفتحوا السيت يعود الاريزار باسيان سير لسيت تكون نغمال وحتى الاجانس ثانية رايحين يستقبلوكم نغمال مكلة تروحوا وتديروا الفوضى قدام الاجانس قدام الناس قدام الاجناس كامل يخزروا يعني والله ما هي ما هي ما هي شبه هذه الحالة هذه أنا نقول يحلي للناس اللي راحوا يحلي لهم بش راني اللوم عليهم وإن ما راني اللوم علي الناس اللي راه يبعثوا فيهم لهذا المستوى الدني يعني هذا وش قولكم المهم بالمختصر المفيد إخواني أخوتي بداية الفتح الكل إن شاء الله ولتاريخ الفتح الكل راح يكون لبخمي راحوا واجد كذلك نستنو الإعلان على الرحلات الجوية اللي صادق عليها رئيس الجمهورية الأحد الماضي كذلك من جهته الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية الخطوط الجوية سيد أمين أندلوسي تكلم كذلك وعطانا سبب اقتناء الجوية الجزائرية ل 15 طائرة جديدة وبعد طائرات الجوية الجزائرية يعني راه أشرفت على نهاية الخدمة وتصريحات أخرى تابعوها معي أخوتي راح نقولها لكم أكد أمين أندلوسي ناطق رسمي باسم الشركة الخطوط الجوية الجزائرية أن الأسطول الحالي الجوية الجزائرية يبلغ 56 طائرة يعني في الوقت الحالي رأي لدينا 56 طائرة وبخصوص أوامر رئيس تب بخصوص اقتناع 15 طائرة أشار أندلوسي إلى أن هذا القرار من شأنه رفع قدرة المنافسة للشركة والتي تطلع للعالمية من حيث رفع عدد الرحلات وطرح أسعار كنافسية وتحسين أكثر في الخدمات وأذاف أن بعض طائرات الجوية الجزائرية شرفت على نهاية الخدمات ما يتطلب تعويضها خلال السنوات القادمة وهذا ما يجعل قرار شراء الطائرات الجديدة حسبه يحمل بعض استراتيجيات لتحسين وتطوير الأسطول الجوي للشركة يعني هذه 15 طائرة مش رايحين يشريوها مش رايح يواجدها منها على عام ولا على عامين ولا المهم عندهم ليكون تخططها مش حال نسنا وهذه مش على جل الصيف رايح على جل باش يعوضوا الطائرات اللي رايح قدمت يعني ورشات كما بالدرجة وقال أندلوسي إنه بعد تحديد نوعية احتياجتنا من الطائرات الجديدة ستطلق الجوية الجزائرية عرضا تجاريا لاستقدام الطائرات الجديدة من الشركات المسنعة والتي يبلغ متوسط سعرها 100 مليون دولار وتتراوح عملية تسليمها من المصانع ما بين عامين وخمس سنواتها كما قلت لكم مش رايح توجد في عام ولا خاصة أن الطالب على الطائرات الجديدة ارتفع بعد وباء كورونا الذي جمدت الملاحة الجوية لعدة أشهر وبخصوص طريقة شراء الطائرات الجديدة أكد مصادر الشروق أن الجوية الجزائرية ستطلب قرضا من البنوك مثل ما كان عليه الأمر خلال العمليات السابقة وستكون عملية الشراء عبر ثلاث دفوعات والتي ستتوافق مع دفتر الشروط الذي ستضعو الجوية الجزائرية لمختلف الطائرات التي تحتاجوها وسيتم بعدها تسديد القروض وفق جدول زمني يراعي الخصوصية التجارية والعمومية للشركة المهم أخواني أخابتي هذه هي المعلومات التي حبيت مبرتاجها معكم إن شاء الله تكونوا فهمتوها وتكونوا يكونوا صل المساج لكم وعش تبرتاجوه مع أخوتكم وشو نقول لكم أخواتي 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 أخليكم ما زالوا مش يبيعو ما زالوا مش يبيعو في ليبي تعرحالة البحرية البرنامج ما زال ما ساتقوش عليه كي ساتقو عليه البرنامج سهل الحال سهل الحال راح نعلنو في كل بلاسة راح نسمعوها تسمعو الخبر في كل بلاسة وروحوا ثاني وشريوه وربي سهل للجميع إن شاء الله المهم زيدوا وصبروا شوية معنا أخواتي أخواتي ما بقى من لكثير غير ما بقى من لكثير غير القليل بحول الله على يومين أو ثلاثة راح تتضح الأمور وراح نعلنوا على الفتح الكلي واللي قلت لكم إن شاء الله يكون في البخمية جوا راح يكون كلش والرحالات الإضافية راح تكون قبل الجوا مشيكوا قلتلكم الفتح الكلي يعني في جوا راح يقعدوا حتى الجوا باش يزيدوا الرحالات لا لا الرحالات الإضافية راح نزيدوا فيها بالتدريج ومن سوف تكون الحدود مفتوحة كلية سواء البحرية ولا الجوية وبعدها يزيد يحلوا الحدود البرية هذه هي المعلومات اللي حجبتها لكم اللوم ان شاء الله تكونوا استفدتم منها واستنوني في فيديو اخرى ان شاء الله نجيب لكم المعلومة الرسمية والمعلومة اللي تفرحكم واللي تحبوها تقاو على خير وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة